نعم للجمعات بعد دعوة من مقتدى الصدر لصلاة جمعة موحدة كما سماها احتشد أتباعه بمدينة الصدر شرق بغداد بمشاركة قيادات وأعضاء التيار من مختلف مدن ومحافظات العراق في رسالة سياسية واضحة لخصومه في الإطار التنسيقي أن الصدريين جاهزون للنزول إلى الشارع في أي وقت وتهيئتهم لحراك شعبي ضد أي خطوة لتشكيل الحكومة الصدر أكد في خطبته التي ألقاها نيابة عنه محمود الجياشي أنه لا يمكن تشكيل حكومة في البلاد مع وجود الميليشيات والسلاح المنفلت وأن العراق على مفترق صعب ووعر ويجب على الكتل السياسية حل الفصائل ومحاسبة الفاسدين مشيرا إلى أنه لا يجب إعادة المجرب وتكرار المأساة القديمة في إشارة إلى المالكي ولا يخفى أن الصدر الذي دعا لحل الفصائل المسلحة لديه ميليشيات لها تاريخها المعروف في قتل العراقيين وتهجيرهم وإذا كان يدعو لمحاسبة الفاسدين فإنه مشارك في جميع الحكومات الفاسدة دعوة الصدر التي عدها مراقبون بالخطوة التصعيدية تأتي بالتزامن مع سلسلة تسريبات لزعيم حزب الدعوة نوري المالكي التي هاجم فيها الصدر متهما إياه بتنفيذ مشروع بريطاني لنسف الشيعة وأخذ الحكم منهم بحسب المالكي الإطار التنسيقي قال إن اللجوء إلى الشارع لا يحل الأزمات السياسية بل يفاقمها مشددا على أنه لا يتراجع عن خيار تشكيل الحكومة إطلاقا مهما كانت الضغوط والتهديدات الصراع المستمر بين أقطاب العملية السياسية لا سيما بعد مرور نحو عشرة أشهر على الانتخابات دون تواصل لتشكيل الحكومة يشير إلى قرب انهيار العملية السياسية الساعية لتدمير العراق بدعم أمريكي وإيراني إلا أن الحكومات المتعاقبة منذ عام 2003 تحاول في كل فشل تواجهه إقحام الشعب العراقي لإراقة المزيد من الدماء ترجمة نانسي قنقر